سيد رئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على أهامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند وصرح المستشار أحمد فهمين متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعمين شداب تطور مصارى العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية طبعا أكد الطرفين تطلوا لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة البقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي وكمان استعرض الجانبين أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات لا سيما في قطاعات النائل والتصنيع والطاقة ده طبعا فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق كمان إلى استعراض صبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ده طبعا بالإضافة بقى إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في السودان وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية زي ما حدثكم تتكلم دلوقتي كل هذه اللقاءات من شأنها أن تنعكس على المشاكل والتحديات التي تواجه القرارة الأفريقية بشكل عام